اكد خبراء في مجال الامن انه من غير المحتمل ان يكون رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد خضع لراقابة او التنصت من قبل وكالة الامن القومي الامريكية على غرار ما تعرض له عدد من القادة حول العالم فقد رأى البروفيسور ويزلي كلارك المتخصص في الشؤون الامنية والمعلومات والارهاب بان السبب الرئيسي لعدم التجسس على هاربر يعود الى ان كندا هي عضو في مجموعة الخمس او ما يعرف بالعيون الخمس باشارة الى خمس دول هي كندا الولايات المتحدة بريطانيا استراليا ونيوزيلندا اتفقت بموجب هذا التحالف على انها لن تقوم باعمال تجسس فيما بينها هذا ويرى الخبراء في الامن ان الدول المتحالفة قد تقوم بخرق هذا الاتفاق في بعض الاحيان انما ذلك يأتي في ظل ازمة او بحال جرى اي خلاف فهذه الدول وبدلا من اللجوء الى عمليات تنصت وتجسس تتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات عن دولة ثالثة وبان وكالات الامن القومي تتعاون بشكل وثيق فيما بينها منذ عدة عقود لا سيمة وان تاريخ هذا الاتفاق يعود الى الحرب العالمية الثانية وبانه تم ترسيخ الاتفاق اثناء الحرب الباردة وفي اعقاب اعتداءات 11 من ايلول سبتمبر 2001 كما اتضح ان كل دولة تنشط في مجالها الخاص وبذلك تعود بالنفع على الدول الاعضاء الاخرى في الاتفاق فالولايات المتحدة الامريكية تملك اكبر موازنة والتقنية الاكثر حداثة في حين ان بريطانيا رائدة في مجال التجسس التقليدي وبان استراليا متخصصة بالتجسس على اسيا في المقابل فان كندا ونيوزيلندا توفران الجسوس الاقل اثارة للشبهات نعيد التذكير انه وفقا لما نشرته صحيفة الجاردين البريطانية يوم الخميس الماضي وبناء على وثائق سربها ادوارد سنودن فان وكالة الامن القوم الامريكية قامت بالتجسس او التنصط على المكالمات الهاتفية لقرابة 35 قائدا حول العالم يعتزم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الكشف يوم غد الثلاثاء في مجلس العموم عن مشروع اتفاق التبادل التجاري الحر الى جانب الاتحاد الاوروبي ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي يحاول فيه اعضاء مجلس الشيوخ الكندي عن حزب المحافظين وضع حد لاستجال الدائر حول مذكرات تعليق عمل ثلاثة اعضاء في المجلس الاعلى دون راتب وهم مايك دافي باميلا والين وباتريك برازو بسبب المطالبة بنفقات غير مبررة افادت بيانات حديثة لوزارة الخارجية الكندية يعود تاريخها الى العاشر من تشرين الاول اكتوبر الجاري ان عدد الكنديين المعتقلين في السجون خارج البلاد قد وصل الى 1590 شخصا وتبين ان العدد الاكبر منهم متواجد في الولايات المتحدة الامريكية حيث وصل عدد الكنديين في السجون الامريكية الى 1097 شخصا في حين ان العدد المتبقي يقبع في السجون المتواجدة في اكثر من 85 بلدا حول العالم هذا ورفضت وزارة الخارجية الكندية اعطاء تفاصيل حول اعتقال اولئك الرعاية او حول مدة اعتقالهم كما نجهل ايضا لغاية الساعة عدد حالات الاعتقال التي اعترضت عليها السلطات الفيدرالية اعلنت الحكومة الكندية عن تسجيل عجز في الموازنة الفيدرالية بقيمة مليارين وثلاثمائة مليون دولار في اب اوت الماضي مقرنة بثلاثة مليارات دولار خلال شهر اب اوت من العام السابق واضحت الحكومة في اوتاو ان العام الاساسي الذي يقف وراء هذا التحسن هو التراجع في خانة النفقات بواقع 759 مليون دولار واشار وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي الى ان العجز في الموازنة للاشهر الخمسة الاولى من العام المالي 2013-2014 بلغ 6 مليارات و800 مليون دولار بتراجع طفيف عن الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجل يومها 7 مليارات و200 مليون دولار وسبق وكشفت اوتاو الاسبوع الماضي عن ان العجز المالي للعام 2012-2013 بلغ 18 مليار وتسعمائة مليون دولار اي بواقع 7 مليارات اقل من التوقعات السابقة اطلقت رسميا المرشح عن الحزب الديمقراطي الجديد استيفان موراي حملتها في دائرة بوراسا على هامش الانتخابات الفرعية ومن المرتقب اجراء الانتخابات الفرعية في بوراسا في 25 من 22 نوفمبر المقبل الانتخاب نائب فدرالي ليخلف الليبرالي دوني كودير وتتزامن هذه الانتخابات مع انتخابات فرعية اخرى ستجري في ثلاث دوائر فدرالية اخرى وتواجه المرشح موراي المرشح امانويل ديبور عن الحزب الليبرالي الكندي والذي ترك الساحة السياسية في كابك حيث كان نائبا عن دائرة فيو عن الحزب الليبرالي من جهة اخرى سحب لعب الهوكي السابق جورج لاراك اوراك ترشحه عن حزب الخضر اطلقت الاسبوع الماضي الحملة الوطنية لزهور الخشخاش والتي تمتد على مدى اسبوعين في كندا لاحياء يوم الذكرة بهذه المناسبة يعلق الكنديون وفي طلعتهم كبار المسؤولين على صدورهم زهرة الخشخاش التي هي شعار يوم الذكرة ويأمل الفيلق الكندي وهو كناية عن منظمة تعنى بمساعدة قدام المحاربين واسرهم بان يحمل ثمانية عشر مليون مواطن كندي زهرة الخشخاش بحلول 11 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل والذي يصادف يوم الذكرة ومنذ عام 1921 اصبحت زهرة الخشخاش شعارا ليوم الذكرة الذي تحيي فيه كندا ذكرى سقوط الجنود الكنديين في الحربين العالميتين والحرب الكورية وفي مهمات الحفاظ على السلام حول العالم هذا وتعلق زهرة الخشخاش الاصطناعية على الجهة اليسرى اي لجهة القلب وتنزع مع انتهاء يوم الذكرة كما يضعها البعض على قبر الجندي المجهول مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة ونلتقي مجددا على رأس الساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة